اهلا بيكو اصدقائي اليوتيوب اخبار رائعة جدا مطمئنة جدا ومشجعة جدا بخصوص العملات الرقمية وعن مستقبل العملات الرقمية ورأيي اشهر محللين بخصوص العملات الرقمية بينصحنا بيقولنا نعمل ايه في الوقت الحالي عشان تعرف التفاصيل ابقوا معا لنهاية الفيديو بس قبل نبتدي افكركم بدعمكم للقناة بعمل لايك وشارك في القناة لو حبيته وتقرب عينها صندوق الوصف تحت الفيديو فيه معلومات مهمة ليكو وفيه الروابط الاصلية للتسجيل في منصات تداول عملات الرقمية زي منصة باينانس منصة بايبت ومنصة كيو كوين ومحفظة لتجار كل الكلام ده هتلاقوه صندوق الوصف واحذروا روابط مزيفة لمنصات وانصحكم دايما دايما بنصح في كل فيديو وزع عملاتكم على اكتر من منصة عشان ما نعرفش ايه اللي هيحصل في الفترة القادمة تمام عشان في منطقة الخطورة ان انت يبقى عندك عملاتك كلها على منصة واحدة انا موزع عملاتي على خمس منصات او الاكتر يعني على ثلاث منصات بس عندي تسجيل في خمس منصات فلازم يبقى عندك تسجيل في كذا منصة وتكون وصق حسابك عشان تعرف تتنقل بين المنصات تمام نبتدي عشان ما طولش عليكم زي ما انت طبعا شايفين الاسعار بتاعت العملات الرقمية حصل فيها هبوط مبارح حصل فيه هبوط قوي كمان والبيتكوين وقت تصوير الفيديو عامل حوالي 60 الف يعني بين ال60 وال61 الف دولار والاسيريام تحت ال3000 دولار حصل هبوط قوي في العملات الرقمية بس مش قوي قوي يعني بس يعني حصل هبوط ملحوظ تمام بس الاخبار اللي عندنا هتطمننا جدا ايه اللي بيحصل في الفترة القادمة عندك هنا مثلا خبر بيقول لك فيتاليك بوتيرين اللي هو مؤسس الاسيريام بيحاول يخلي رسوم الغاز للاسيريام شبيهة بسولانا بيحاول يعمل كده فده طبعا لو حصل ان في رسوم الغاز نزلت بقوة للاسيريام طبعا الاسيريام طبعا صاره حتى ارتفع وتبقى ده اداء كويس جدا للاسيريام في الفترة القادمة طبعا عندك فيه هنا فيه بيقول لك اسباب بتخلي ان البي ام بي توصل ل800 دولار فيه ناس بيتكلموا على البي ام بي لها عملة منصة باينانس فيه ناس بيتكلموا على 800 هتوصل ل800 دولار وفيه ناس بيتكلموا على 1000 دولار فطبعا انا متوقع انها توصل من تولمية الالف فعلا في البران القادم ويقول لك حتى قريبا يعني قبل حتى البران ما يبتدي تمام طبعا انا دائما بنصح بيقول لكم يا جماعة اللي عنده مسجل وموسط يسابه على منصة باينانس بي ام بي لازم يبقى عندك حتى جزء من عملة بي ام بي او عملات بي ام بي تشتري منها دي هتبقى مفيدة جدا غير انها بتزيد سعرها غير ان البي ام بي مفيدة ان انت بتخليك تربح من الاختتابات على منصة باينانس فيه حتى فيه اكتتاب جديد على منصة باينانس عن فيه هنا او هتلاقيه هنا منصة باينانس فيه اكتتاب جديد تخش هنا من مور وتدوس على لانش باد لانش بول هنا فيه اكتتاب على منصة باينانس هيبقى موجود قريب هيبقى فضله يوم و13 ساعة وقت تصوير الفيديو من وقت تصوير الفيديو من النهار دا هيحصل على عملة اسمها نوت كوين على فكرة عملة نوت كوين لقيت أوكرانيين كتير أنا عندي هنا كافي في المدينة اللي أنا فيها في بولغاريا فلاقيت الأوكران كتير شارين عندهم عملة نوت كوين وتأمين جدا بالنوت كوين فطبعا عملة نوت كوين أنا شايف أنا معرفش وضعها إيه بالنسبة للنوت كوين معرفش وضعها إيه بس هي العملة نوت كوين هتنزل اكتتاب حيبقى بعد يوم و13 ساعة على منصة فده طبعا عنده عملة او عملة FD طبعا هياخد عملات مجانية من وده ممكن تعمل ارباح قويل خصوصا المجتمع بتاع النوت كوين يبدأ يزيد الفترة اللي فاتت دي فانو معرفش عن العملة بالزبط مش دارسها ولكن في ناس كتير مهتمية بيها فخلي بالكوا يا جماعة الاكتتابات دي على منصة بتخليك تربح عملات مجانية فده ذلك مهم جدا يبقى عندك عملة B&B في المحفظة بتاعتك انها هتفيدك بتاخد عملات مجانية تمام دي بالنسبة لاخبار ال B&B في عندك شيبة عملة حرق عملة بتعمل بتزود الحرق الفترة اللي فاتت عملت حرق كبير جدا وده متوقع لها في البورن القادم شيبة تحقق ارباح قوية جدا غير مسبوقة فطبعا اللي عندهم عملة شيبة ممكن يحققوا ارباح قوية جدا في البورن القادم تمام عندك فيه اخبار تانية مهمة جي بي مورجان اكتشفوا ان فيه بنوك منهم جي بي مورجان العملاق من اكبر بنوك العالم وبنوك تانية كبيرة عندهم مستثمرين في ال ETF الخاص بالبيتكوين في سنة دي الاستثمار الخاصة بالبيتكوين فده خلي بالكو الكلام ده انا شايف ان هو البنوك مهتمية بال ETF الخاص بالبيتكوين فده طبعا على المدى البعيد هيأثر بسعر ايجابي هيأثر تأثير ايجابي على سعر البيتكوين في الفترة القادمة والبيتكوين يطلع بقية العملات تطلع الاسيريام والسولانة وكل العملات البديلة بتبتدي تطلع وراء البيتكوين فخلي بالكو رأس العملات الرقمية دايما البيتكوين فأي اخبار عن بيتكوين بتبقى مهمة جدا لنا كلنا حتى لو انت ما عندكش بيتكوين تمام فالاخبار دي بتقول لنا ان الناس دي عارفة هي بتعمل ايه وعارفة ان المستقبل بتاع البيتكوين هيبقى قوي جدا وعملات الرقمية عموما مستقبلة هيبقى قوي جدا في الفترة القادمة مش بس في البران على السنين القادمة الست سنين القادمة في خبر هنا بيقولك ايه هنا هونج كونج طبعا هونج كونج دي جزء من الصين فهي بتحاول تخلي الصين تعتمد الاتف الخاص بالبيتكوين والإيسيريا يعني لك أن تتخيل الصين اللي هي الصين والهند مثلا بحوالي ربع العالم الصين دي لما تقريبا بالصين حوالي تعداد السكان فيها مليار ونص تقريبا اكتر من مليار ونص فاتخيل بقى الصين لو الملايين اللي فيها مش مليارات بقى اقولك ملايين من المليارات يبدأوا يستثمروا في الاتف الخاص بالبيتكوين والإيسيريا ايه اللي هيحصل فيه لمستقبل إيسيريا ومستقبل البيتكوين فالكلام ده خلي بالكو بيقول لنا أن في المستقبل حيحصل قنابل أسعار سواريخ للبيتكوين والإيسيريا خصوصا البيتكوين طبعا وطبعا البيتكوين يرتفع حيشد وراه بقية العملات فالاخبار دي كلها بتقول لنا ان المستقبل افضل دايما بقول لكم يا جماعة المستقبل افضل بكتير من الوضع الحالي وافضل من الماضي وحنعرف بقية التفاصيل دلوقتي عندك جاك دورسي مثلا جاك دورسي بتوقع ان على 2030 البيتكوين هيوصل مليون دولار وعندك قبل كده كاسي وود قالت نفس الكلام مليون دولار وواحد من مدرين شركة فيديلتي العملاقة قال برضو الكلام هيعدي المليون دولار على البيتكوين فده هم عارفين هم بيقولوا جماعة الناس دي يمكن مبالغين شوية في السعر المليون دولار للبيتكوين واحتمال ما فيش حاجة بعيدة عن العملات الرقمية بس عايزة اقول لكم احتمال يعني اقل حاجة توصلها مثلا خمسمائة ستمائة ألف دولار للبيتكوين ده المتوقع لها الغد 2030 بس هو رأيهم بيقول لها هيوصل مليون دولار كل التوقعات اللي احنا شايفينها دي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ان المستقبل بتاع العملات الرقمية هيكون قوي جدا خصوصا ان عدد المستثمرين في العملات الرقمية زاد جدا عن الدورة اللي فاتت الدورة دي عدد المستثمرين في العملات الرقمية قوي جدا كبير جدا حتى انا بكلم من يومين واحد صديق لي في امريكا بيقول لي معظم الامريكان قاعدين على الكريبتو يعني قاعدين بيستثمروا على الكريبتو يعني كل الناس يبتدت تنتشر عندهم البيتكوين أو العملات الرقمية فكل معظم فيه ناس كتير جدا في أمريكا وفيه ناس كتير في العالم عرفوا بالعملات الرقمية كانوا الأول ما يسمعوش عن العملات الرقمية لغاية دلوقتي فيه ناس صعبة عليها حكاية العملات الرقمية لكن احنا كانوا مستثمرين كتير في القناة هنا موجودين عندنا مستثمرين من الأوائل اللي ابتدوا في العملات الرقمية وانتوا حاليا تعتبروا برضو تقريبا من الاوائل حتى اللي بيسجل قريب وابتدأ من فترة قريبة يستثمر في العملات الرقمية ده بتعتبروا وانتوا برضو من الاوائل لان في ناس اللي غيرت دلوقتي ما ابتديتش في العملات الرقمية ولكن في المستقبل القريب يعني في الدورة الحالية في السنتين الجايين والثلاث سنين الجايين دول الناس كتير هتزيد جدا تستثمر في العملات الرقمية فسعر العملات الرقمية هيزيد وهيعمل أسعار قوية جدا غير مسبوعة عندك مش عايز أطول عليكم طبعا عايز أقول لكم حاجات هنا مثلا كنت حاجة بنشرها على الصفحة الرسمية بتاعتي على تويتر أو حاليا أنا فكرة دي الصفحة الرسمية اللي حابب يحابب يتابعني أنا بنزل حاجات سياسية واقتصادية يعني في حاجات تعرفين السياسة بتتحكم في الاقتصاد عندك هنا مثلا دونالد ترامب هنا بيقولك يقول دونالد ترامب في الفيديو هنا ممكن تفتحه وتبص عليه يقول دونالد ترامب إذا كنت تحب العملات الرقمية من الأفضل أن تصوت لترامب في الانتخابات الرئيسية 2014 فدلوقتي العملات الرقمية بقت سلاح في إيد الأمريكان دلوقتي زي المرشحين في الانتخابات الرئيسية الأمريكية بيدربوا بعض بيه بيدربوا بعض بالعملات الرقمية فبقى سلاح ان هما يفوزوا في الانتخابات الرقمية عن طريق العملات الرقمية في الانتخابات الامريكية عن طريق العملات الرقمية فده طبعا انا شايف ان العملات الرقمية حتى الرؤساء ابتدوا يدعموها فمستقبل العملات الرقمية يا جماعة افضل بكتير من الوضع الحالي تمام عندك بقى بقولك نصائح من ضمن نصائح اشهر المحللين في العملات الرقمية مايكل فان دي بوب بيقولك نعمل ايه في الوقت الحالي بيقولك أما حاجة نجمع يعني نجمع عملتنا ونبتدي نجمع العملات مش نبيع بيقولك يعني ونقرأ وندرس المشاريع والعملات الرقمية ونروح الجيم يعني نروح نلعب رياضة يعني نهدي أعصابنا كده مش نروح نبيع ونخاف بيقولك الوقت ده هو وقت الاستثمار تجهيزا للبران القادم يعني هو من نصحته ان احنا نشتري دلوقتي ونجمع ونصبر ما نخافش ونبيع بخسارة لما السعر ينزل ونستنى البران القادم لأن ده هو اللي حقق لنا أرباح قوية جدا في الفترة القادمة فده يا جماعة أنصحكم يا جماعة أنا أنا بقول لكم أنا مقدرش أنصح حد يا جماعة قانونا مقدرش أنصح حد بس أنا بقول لكم أنا بعمل ايه أنا بعمل الكلام اللي هو بيقول عليه بجمع وهدى وعيش حياتي ومهما يحصل هبوط يما جمع يما أنتظر واسبر وما أقلقش وما بيعش بخسارة ومستني البران عشان أجني أرباح فإن شاء الله خير أنا بتوقع خير الأخبار كلها بتقول حاجات خير يعني ساعة تلاقي الأخبار كويسة جدا وتلاقي الأسعار بتنزل خلي بالكم فيه شغل احتاني يا جماعة فيه شغل احتاني فيه المؤسسات العملاقة زي بلاك روك وغيرها لما بيخش والبنوك زي جي بي مورجن والكلام ده لما بيخش في لعبة العملات الرقامية أو في الأسمة أو أي حاجة بيهبط لك السعر عشان الناس تخافوا تبيعوا وسعر ينزل فيشتروا من القاع وبعد كده يحرفع لك السعر يقول لك أخبار جيدة السعر يرتفع هم يبيعوا ويجنوا أرباح على حسابنا فخلي بالك أنت ما تخلكش أنت لعبة في دين الحتان الكبار خليك أنت حوت ما تخلكش سمكة صغيرة خليك حوت زيه تمام؟ أشكركم يا جماعة وأنا آسف أن أطولت عليكم وللقاء في الحلقة القادمة سلام أجمع